حدثنا عفان حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا عبد الله قال وحدثنا الصلط بن مسعود الجحدري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث قال وقضت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسن فقال لي أبي ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا قال قلت بل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده الله لئن تركنا الناس يأخذون فيه ليذهبان فيقتتل الناس حتى يجبان من كل مئة تسعة وتسعون وهذا لفظ حديث أبي عن عفان حدثنا شجاع بن مخلد وأبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن حمران الحمراني حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبران أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث قال وقضت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسنا فقال لي أبي ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا قلت بل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده والله لأن تركنا الناس يأخذون فيه ليذهبان فيقتتل الناس حتى يقتل يقتل من كل مئة تسعة وتسعون وهذا لفظ حديث أبي عن عفان حدثنا عبد الله حدثنا شجاع بن مخلد وأبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن حمران الحمراني حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبران أبي جعفر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فذكر الحديثة اشتركوا في القناة